أسأل على بعض الأسماء التي حضرتك وتعاملت معها بالكليبات الغنائية أو بالأغاني الراحل الكبير رياض أحمد رياض أحمد اشتغلت مع أكثر شغلات الحفلات أنا ناقل المهرجان مع البابل بالمناسبة المهرجان بابل من ما بدأ إلى أن تركت عام آخر مرة هي كانت سنة 1996 وأنها 1997 طلعت بداية سبعة كلها أنا كنت مخرج للأعمال ككل كان عدة مكانات كان عندنا نصور فيه ثلاث مواقع المسرح البابلي ومسرح عشتار ومسرح اللاخ يعني ثلاثة صغير للندوات فأني كنت يشتغل وأكثرية الأغاني هسا التي تطلع على التلفزيون معادة هي أنا مشتغل من أخراج نقول نوصف كلمات يعني توصف هذه الشخصيات من رحل عن الحياة من رحل رحمة الله علي من الفنان الكبير رياض أحمد اش توصفها بالكلمات شو تقول إنسان بصراوي طيب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة